الحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل الاقتصادي المتخصص في الطاقة البديلة الأستاذ نادر البارودي من السعودية يسعى الصباحك أستاذ نادر أهلا وسهلا بك ويانا بداية أهمية إيجاد طرق تسبح لنا بتعزيز فكرة استخدام الطاقة البديلة في حياتنا اليومية ما هي؟ جميل أحييك أحيي السادة المشاهدين طبعا الآن مؤخرا بدأت ثورة جديدة في مجال أو في محاولة البحث عن بداية للطاقة وطبعا سعودية الآن بدأت في الإعلان عن مشاريع كبرى في هذا المجال طبعا الدول بدأت في هذا المجال والدول كما نعرف أنها توجه الشعوب وتخبرهم أو تعطيهم تأليمات واضحة للاتجاه إلى مصادر جديدة طبعا كما قلت أكثر الدول أو أكثر النفط الحالي أو المنتجات الحالية للمصادر الطاقة سببت أضرار للبيئة بشكل عام لذلك بدأوا في البحث عن بدائل وربما يكون أبرز هذه البدائل هي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بدأت تنتشر مؤخرا ولكن قبل أن نبدأ في موضوع الطاقة الشمسية أو الطاقة الرياح أو البدائل الأخرى يفترض أن يكون الشخص مطلع أو لديه الثقافة الكافية لتوفير الطاقة أو لإيقاف الهدر معظم الناس ونحن في بيوتنا نجد أن بعض المقيفات شغالة وما فيها أحد مثل الغرفة أو إنارة أو مصابيح شاعلة ولا يوجد أحد ممكن أن يطفئها فهنا المشكلة الأساسية هي الثقافة مجتمعنا العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص أستاذ نادر بحاجة إلى توعية أكثر بأهمية ترشيد استخدام هذه الطاقة لا في شك طبعا الدول الأوروبية وخاصة الأمريكا لاحظنا أنهم بدأوا أستراليا وألمانيا أيضا رائدة في هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات بدأت في العمل على إيجاد حلول للاستغناء عن النفط طبعا نشاهد أيضا أن ألمانيا وأستراليا وبعض الدول مثلا منعت إنارة الهولوجين أو الإنارة العادية واعتمدوا على الإنارة الليد الإيدي يوفر أكثر من 7 إلى 10% من الإنارة العادية لذلك أستراليا رائدة في هذا المجال ألمانيا أيضا بعض الدول بدأت تمنع صناعة الإنارة العادية مثل صناعة الهولوجين أو بعض الإنارة التي فعلا تستهلك طاقة عالية لذلك إنارة الإيدي أو الصناعة هذه الجديدة أو هذا الكتشاف يفترض أنه ينتشر عندنا في الخليج وهو قليل يعني بدأ يدخل مؤخرا لكنه للأسف قليل وأكثر الناس لا يعرف الفرق بين هذه الأنواع كيف يمكن أن ننشر هذه الثقافة أستاذ نادر هل من خلال وسائل تواصل الاجتماعي الوسائل الإعلامية مثل التلفزة والراديو وما إلى ذلك أم بأي طرق أسهل يمكن أن تصل إلى الناس بشكل عام برأيك طبعا الناس يعني مؤخرا يعني الجوال هو أفضل أفضل الطرق للنشر الكل يعني نشاهد أن أكثر الناس يقضون وقتهم على الجوال لذلك أفضل طريقة للوصول لشخص أو تغيير ثقافته عن طريق هذا الجهاز الصغير لذلك الثقافة يفترض أن تنتشر بشكل أوسع بين الناس ولكن نحن أيضا حضرنا اليوم أيضا لنشر مثل هذه الثقافة أتحدث عن بعض الأمور مثلا لتخفيض كفاءة الطاقة مثلا البيوت المسمى ببيوت الخضراء مؤخرا بدأ الناس أثناء تصميم البيت نعم أو أثناء تصميم المنزل يحرص كل الحرص على مثلا على دخول الإضاءة من النوافذ يحاول قد المستطيع أن يكثر النوافذ في المنزل في حال أنه والله كثرة النوافذ بيكون فيه استغناء أكثر عن موضوع الإنارة وبالتالي سيوفر كثير أيضا أثناء تصميم المنزل يحرص كل الحرص على أن يكون فيه عزل حراري هذا العزل الحراري بيوفر أيضا كميات كبيرة أو من الهدر الذي اعتدنا أنه يكون في المنازل أيضا مؤخرا شركة كاربع السعودية يمكن خلال الشهرين القادمين تطرح نظام جديد وهو السماح للناس بتركيب الطاقة الشمسية في المنازل المسمى النظام الـ On Grade بحيث أن نركب الطاقة الشمسية على السطح وأشبكها مباشرة مع الطيار الكهربائي أو مع شركة الكهرباء العمومي ونهاية الشهر يكون فيه توفير في فاتورتي ربما 40% إلى 60% فأكثر الناس لا يعرف مثلا موضوع المكيفات المكيفات الآن أكثر المكيفات المتواجدة في البيت نجدها ثلاث نجوم أربع نجوم الآن نازل بطاقة جديدة استهلاك الطاقة يفترض شخص يحرص كل الحرص على الحصول على مكيفات أو على أي جهاز منزلي يفترض أن يكون 6 إلى 7 نجوم أو أكثر في حال حصل على هذا الشيء بيوفر توفير عالي جدا خاصة موضوع التكييف بيوفر 60% إلى 70% هذا بالنسبة للأرقام لفواتير الأشخاص كأفراد إن تحدثنا على صعيد الدول أستاذ ناجر كم يمكن أن توفر الدول بضمن هذا النطاق جميل الآن السعودية مثلا تنتج مثلا في بحر 9 إلى 10 مليون برميل يومي من النفط الخام وطبعا تبيع السبعة تقريبا وتستهلك 3 إلى 4 داخلي خاصة في الصيف يزيد الطلب فالآن تم الإعلان أعلنة السعودية عن مشروع جبار للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ووجدنا أن هذا المشروع بيوفر كميات هائلة من النفط الخام وبالتالي الدول نفسها بدأت تضغط على بعض خاصة في موضوع المناخ الكل بدأت تهم الآخرين بأن الاحتباس الحراري وبأن أنتم مسؤولين مسؤولية عالية عن البيئة أو الأضرار التي تحدث في البيئة لذلك الدول بدأت تلوم بعض وبالتالي ممكن يكون في ضرائب دولية على هذه الدول التي تضر البيئة فبالتالي الدول بدأت تبحث عن بدائل لحماية الكوكب الذي نعيش فيه وحماية الناس من الأبخرة ومن المشاكل التي بدأت نسمع عنها وبدأت سبب أمراض للأسف لذلك السعودية الآن داخلت بقوة في هذا المجال الإمارات رائدة في هذا المجال ما شاء الله عندهم محطات قوية أعلنت عنها السنة الماضية والسنة التي قبلها شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا المحلل الاقتصادي المتخصص في الطاقة البديلة نادر البهرودي ترجمة نانسي قنقر